اشتركوا في القناة بخدف معه ومش صحيح يعني لا يمثل موقف القوات اللبنانية قد يكون رأيه هذا مش يعني يدل على موضوع التوقيت انه لا يجب اهداء حزب الله النصر الدولة عم بتفاوض امريكا مهتمة اوروبا مهتمة كلهم بدون غاز بديل عن الغاز الروسي نتيجة حربي اوكرانيا ورايحين باتجاه الترسيم الفعلي فيه جهود جدية امريكية وفجأة طلع حزب الله وفات على الخط وبلش يقول للبنانيين انه انا اللي بدي جيب لكم الترسيم مش الحكومة اللبنانية ولا رئيس الجمهورية وهذا طبعا منه احترام اطلاقا لا للرئيس ولا للحكومة ولا لدورهم وانت بتعرف ان الصلاحية الدستورية بالتفاوض لعقد المعاهدات هي صلاحية رئيس جمهورية وبالتالي قد يكون رأي السيد شارل انه التوقيت اذا على المهل اللي حطى حزب الله قد تكون هدية الحزب الله اللي يقول هذا نصر جديد حققته لا يقول انه مهلت ايه مهلت ايلون تهويلية وبالتالي اما موضوع انه نستفيد وناحية تانية قد يكون من نصحة المنظومة السياسية مش حزب الله اذا ما صار فيه ادارة وحاكمة وشفافية استخراج الغاز والمافط يروحوا مدخيلهم مثل كل المدخيل اللي راحت على مدى عشرات السنين بالجيوب الخاصة ما وبالتالي لا موضوع الترسيم نحن وراء الدولة اللبنانية قال هايك الاستشار بيستفهم منه انا ما سمعته عم بيقول هايك بس تقديري انه موضوع التوقيت تما يكون هدية لحزب الله وموضوع العائدات كيف تنضبط والبلد فالتي وما فيها ادارة رشيدة نرجع عوضا على بدأك عن طريقة دكتور جعجع نرجع انه عم تقول انه لما تتحق المحقوقية وتحز المحزوزية ساعتها بيصير فيه سامير جعجع عم بحكة عندما تصبح الظروف المحلية الاقليمية والدولية مؤاتية للدخول بحل جد نهاية لإعادة بناء الدولة في لبنان والحكم الرشيد ساعتها بيكون رئيس حل مش رئيس إدارة أزمة هل يعملون ساعتها بناسب برأيك هل ممكن ان يكون سامير جعجع في يوم من الايام رئيس حل او رئيس سمي شو ما بدك او اي شكل من اشكال الرئيس وفي شي اسمه حزب الله في لبنان حزب الله المسلح ومهي من على الدولة لا بس حزب الله حزب سياسي حكما نعم ليش حزب الله شير السلاح عجراب ليش حزب الله السياسي بشو يتفق مع سامير جعجع لا يتفق مش ضروري يكون رئيس سوافق رئيس منتخب أنا مش عم بحكي رئيس سوافق عم بحكي رئيس منتخب بحسب الدستور اللبناني عندها لا يعود وهج السلاح يدير فرقاء آخرين ويمنعهم من الإدلاء بصوتهم كما يرتقون بس في مشكلة أساسية هون سيد أنتوان قدام نرجع عم نبهد عن الموضوع رئيسي بس لا هي بالصلم في مشكلة أساسية اليوم ما لكم صاحب مش تركين لكم صاحب معراب ما لصاحب ما أعطيني حزب الله ما فيه اتفاق مع الرئيس بري فيه عملية خلينا نقول توازن رعب انتو وياه يعني بس كتير بتحسبوه الحساب يعني لدرجة إنه ما بتنتقدوه لا لا هل أدب في حساب أنتو ورئيس بري هو يعرف وغيره بيعرف هو بالممارسة بيعرف صلبتنا بموقفنا السياسية ما فيها مسيرة لا لرئيس بري ولا لغيره بس كنا وبعدنا وراح نظل نقول مع وجود طرف ثاني شيعي هو حزب الله صاحب مشروع أكبر من حدود لبنان ويجعل لبنان تفصيلا سخيفا في مشروعه ومع أدبيات اجتماعية بلاشنا نشوفها بده يفرض نمط حياة لا يشبه اللبنانيين على الأقل برش مناطق سيطرته ويعملها ويتوسع قدر الإمكان ومع حرصنا على وحدة لبنان وصيغته على الصيغة الوطنية الشراكة والتعاون والتوازن بهذه الشراكة بتعطي مع الشيعة المؤمنين بالدولة شو ما كان أسطوب ممارسة للسلطة هلا بتقليلي لأنه ما في فساد وين ما كان عنده ترجمة نانسي قنقر